يعني أكيد موضوع ميسي حدث بيفرد نفسه على الساحة العالمية كلها بالتحديد فيما تعلق دي كرة القدم وكل متابعي ومحبي برشلونة والدوري الأسباني بشكل عام لأعتقد جماهريته حتقل شوية بعد ما رحل رونالدو من سنتين ودلوقت بيرحل ميسي عن برشلونة لكن إيه اللي حصل في موضوع ميسي يعني حد كان يتخيل أن ميسي ممكن الأمور توصل لطريق مسدود ما بينه وما بين برشلونة ممكن كان في نسبة معينة من الجماهير يعني يتوقع رحيل ميسي لكن كان أقرب للحدوث هو إيه أن اللعب كان هيجدد مع برشلونة كانت الأمور ماشية بشكل كويس جدا والرجل خلص أجسته وراجع لأسبانيا في انتظار حسم بنوض التعاقد والمسألة التي تتعلق بالجوانب المادية وكل هذه الأمور ميسي إيه اللي حصل بأنا بحكي لكم يعني ميسي كان في دماغه أنه هو خلاص مع برشلونة حيجدد عقده وحيكمل خلال الفترة الجاية تبقى الاتفاقات حصلت قبل ما نهاية الموسم اللي فات تخلص والأمور تنتهي بشكل نهاي لكن فوجئ بوكيل ميسي اللي هو خورخي ميسي أعتقد اللي هو والده لما تواصل مع ممثلي برشلونة ومع أخوان لابورت رئيس نادي برشلونة الجديد وكان التواصل بخصوص الراتب وأن لازم ميسي يقلل راتبه شوية مع برشلونة لأن هناك تبقى للوايح اللي بتكون من خلال ربطة الأندية المحترفة في أولية دوري الأسباني أن انت ما تقدرش تصرف أكتر من سبعين في المية من الدخل بتاعك يعني انت بتحسب الدخل بتاعك كنادي والعقود كلها لازم تكون بحدة أقصى سبعين في المية من الدخل ده يعني تبقى لك تلاتين في المية من دخلك الأساسي يعني انت لو دخلك مليون جنيه تصرف سبعمائة ألف جنيه ماينفعش تعدي الجزئية دي فبالتالي ميسي تبقى الاتفاق اللي كان تم إبرامو قبل نهاية الموسم كان بينص على إيه على إن ميسي تقريباً هايخد عشرين في المية من دخل برشلونة فبالتالي لما حسبوا الحزبة لقوا إن برشلونة عدوا نسبة المية وعشرة في المية يعني بقى أعلى كبير أعلى بشكل كتير جداً جداً من النسبة المتفق أو المفروض إن هي تحصل طبقاً لبنود ولوايح الربطة فبالتالي تواصلوا مع ميسي في محاولة لتقليل المبلغ ده فحتى لما حاولوا يقللوا راتب ميسي لقوا إن المضوع فيه برضو صعوبة ده اللي خلى أخوان لابورتا يعني يقول لممثلي ميسي إن خلاص كده المضوع هيبقى صعب إن إحنا نجدد لميسي بشكل أو بآخر فميسي دي كل الحرية في إن هو يمشي عشان تحصل المفاجأة والكل دلوقتي بترقب ميسي حيروح فين؟ حيكون موجود في أنهي نادي هي أو هو خبر قوي جداً جداً وأكيد الكل متفاجئ به بشكل كبير بعد ما كانت توقعات كلها بتقول إن ميسي حيكمل في برشلونة لكن الكلام كله على أنهي نادي دلوقتي على باريس سان جرمان اللي تواصله مع ميسي بشكل كبير جداً وأصبح الاتفاق قريب قوي ما بين ميسي وباريس سان جرمان عشان ينضم لزميله الصابق نيمار اللي هو كان دايماً بيتمنى عودته لبرشلونة في الاتنين حيكونوا موجودين في باريس سان جرمان والصفقة حيتامل إعلان عنها بالشكل رسمي مع نهاية هذا الأسبوع عشان نشوف فريق الأحلام في باريس سان جرمان عندك راموز وفينالدوم وعندك دونالرومة وعندك كامبابي موجود إلا إذا رحل لريال مدريد وعندك نيمار وعندك ديماريا وعندك ناس كثير جداً جداً فرقة قيلة قوي 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 في باريس سان جرمان والهدف الأساسي بالنسبالهم احنا عارفينه هو الفوز بالشاملز ليك بخلاف الدوري في فرنسي وبمناسبة الدوري في فرنسي سان فات الكليل الفرنسي هو اللي فاز بالدوري السان اللي فاتت مش مناكو عشان أعدل لحضراتكم المعلومة لكن هيبقى فيه إصرار كبير جداً عند باريس سان جرمان ان هم يجيبوا الدوري وكمان شاملز ليك ده الحلم الأساسي بالنسبالهم بكرة هيكون في مؤتمر صحفي ساعة ناصر بتوقيت القاهرة هو نفس توقيت أسبانيا اللي ميسي عشان يوضح كمان كل الأمور بالشكل أرد ده فيما يتعلق بميسي خليني اقول لحراركم أرقامه سريعاً مع بارشلونة ميسي في الدوري الأسباني قدر ان هو يجيب الدوري كم مرة مع بارشلونة عشر مرات عدد كبير جداً من البطولات الخاصة ببطولة الدوري الأسباني عندك كمان كاس مالك أسبانيا سبع مرات زي ما حضراتكم شايفين كده كاس السوبر الأسباني سبع مرات الدوري أبطال أوروبا أربع مرات السوبر الأوروبي ثلاث مرات كاس العالم الأندية ثلاث مرات يعني مجموعة 34 بطولة مع بارشلونة بخلاف أنه يدر من خلال مسيرته مع بارشلونة أنه يفوز بالقرة الزهبية ست مرات والحزاء الزهبي كمان ست مرات دي كلها أرقام ميسي وأرقام طبعاً كلها كبيرة وإعجازية وقوية جداً 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 ده فيما يتعلق بحديث الساعة ليونيل ميسي حيكون فيه تركب خلال الفترة الجاية من النادي اللي حينجح فيه تعقب مع ميسي في الزل وجود اهتمام بالمناسبة من الشلسي بس الموضوع صعب شوية هروح لفاصل سريع بعد الفاصل بقى نتفرغ للحديث عن النادي الأهلي وده الأهم بالنسبة لنا النهاردة لأن خلاص المنافسات طوية جداً جداً في بطولة الدوري المصري ومبارة مهمة جداً أمام سيراميكا كل الكواليس هتكون بعد الفاصل معنا بإذن الله استنونا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة